دكتورة يعني طبعاً نكلم حضرتك تلوقتي باعتبارك أستاذة جماعية كيف ترى التعليم الجماعي حالياً؟ أنا شخص واضح وبالتحديد في تخصصك أنا شخص واضح جداً وحاجة من أقصر الطرق لا التعليم يمر بأزمة كبرى إن لم تكن كارثة خاصة في الجماعة نحن لدينا مشكلة كبيرة جداً خاصة فيما يتعلق بأقسام الأدب الطالب يأتي من سنوي عنده مشكلتين رئيسية لا لديه أي ذائقة أدبية لا تربى على ذائقة أدبية رغم أنه في المرحلة السنوية والإعدادية أيضاً يدرس لغة يدرس وحقول بشكل شديد الوضوح يدرس شعر موظفين كبار وليس شعراء يعني يقول مثلاً إن السماء براح فأنا مرتاح فهو ده شعر يعني القفية القفية هي التي تخدمه الشعر لا صورة بقى ولا لغة ولا عالم ولا رؤية ولا تجربة ولا أي حاجة خارج المراسة الكبير جداً والممتد لأدبئنا ألا يوجد في الكتب المدرسية الخاصة باللغة العربية؟ لا أظن إلا أنا كنت شفته أنا بأعمل حاجة بسيطة جداً إن أنا بأعيد النصوص يعني طلع مواطن الجمال من هذا طلع مش عارف إيه من إيه فهذا الكلام كله ما بيطلعش زائقه ما بيطلعش وعي كمان الطالب ما عندوش وعي الطالب حيذاكر حيحفظ حيمتحن ما عندوش أي ما فيش أي حوار بينه وبين النصوص اللي بيقرأه كيف ستختاري النصوص المقررة على التلميس في المدرسة؟ أختار نجيء محفوظ أختار طه حسين أختار يوسف إدريس أختار صلاح عبدالصبور أختار صلاح جهين كمان والأبنو دي اللي أصلاً حتى أنا يعني ممكن أكون بغامر ودرسهم في الجامعة لأنه شعر عامية يعني مش معقول حدرسه شعر عامية على الأقل يبقى فيه فترة ما فيها كبار وده بقنا إحنا عندنا يعني حصيلة مش موجودة في أي حتة تاني إحنا يعني عندنا إبداع وضهي أي إبداع في العالم يعني الكتب المدرسية حالياً يا دكتورة لو حديك بتطلع عليها ليس بيها مصوص أدبية لكبار أدبأنا؟ لا ما فيش لكبار أدبأنا طبعاً بيبقى فيه نص مثلاً قصة قصيرة ليوسف إدريس وأخرج منها مواطن الجمال حاجت من هذا القبيل يعني يعني أنا ما باجي بحاول أن أنا أخذ الحاجات اللي هم درسوها في سنوي ودرس لهم بمنايج نقدية حديثة فالولاد بيدركوا إنه هم يعني بيبقوا كارهين النص ليه؟ هو الدرس لهم غلط الدرس لهم بوجد نظر تقليل شديدة التقليدية المشكلة التانية إنه ما فيش كمان ما بيطلعش الطالب من سنوي عند وعي عند وعي نقدي يعني بيبقى خايف حتى يكتب حاجة للأستاذ ما تعجبوش أو الأستاذ يسقطوا لأنه ما قالش الحاجة رأي الأستاذ فكرة إنه يعني هنا نسأل عن الأستاذ وتكوينه وثقافته أيضاً يا دكتورة دورية أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة أنا لا أحمل الطالب أي شيء أي يعني أي خطأ أنا أحمله للأستاذ وده يمكن يزعل مني ناس كتير الأستاذ هو إحنا لما تربينا على أساد زكبار في سنوي حتى كان عندي إزاعة مدرسية بقرف ياشا هو فيه دلوقتي إزاعة مدرسية بقرف ياشا كان عندي مكان بروح أتعلم فيه موسيقى فكرة حتى إن الطالب يدرس الأدب بما هو أدب أدب فقط لكن ما عندوش فكرة يعني أساعد أسأل الأولادة على مثلاً أكون بدرس مثلاً رواية الحرام يوسف إدريس مثلاً يعني فأقول له طيب شفت فيلم الحرام لا بيت ويست موجود في التليفزيون 14 ما شافوهش يعني فكرة كمان انفصال مصادر المعرفة بهذه الطريقة شيء مرعب هو داخلي يدرس شعر فهي يدرس شعر مش عارف أنه لازم عشان يفهم قصيدة شعر أو يفهم رواية أو لازم يكون شعر في سينما لازم يكون سمع مزيكة محترمة يعني لازم يكون فيه حاجات كتيرة أو بتشكل وعي وبتشكل دائقة مناهج اللغة العربية دكتورة ألا تعرض على أساتذة اللغة العربية مثلاً في الجامعات ياخدوا رأيهم فيها أظن ذلك أظن ذلك يعني من يضع مناهج اللغة العربية في مدارسين في لجان مسؤولة عن ده في طبعاً أكيد هل بيها أدباء؟ لا أظن أني فيها أدباء ما هي دي النقطة النقطة أنه إحنا لما بنقول بالربي وعي أو بالربي دائقة بنربيها إزاي يعني إحنا أيامنا إحنا الحقيقة أنا زعلانة أن أنا بقول الكلام ده لأنه أنا شخص ما بيحبش النستالجة ولا بيشوف أن الزمن الجميل هو الأجمد بس أنا بقول وقائع أنا كنت بشوف أفلام سعاد حسني أفلام صلاحة بوسيف كمال الشيخ ويوسف شعيني وبذكر بسمة مكرسومة عبداللهبي وعبدالحليم وعدوية وبذكر كل ده بيعمل توليفة في الوعي بشوف برنامج حضرتك العظيم طبعاً نادي السينما اللي هو كل يوم ثبت وكنت بعرف يعني إيه سينما بره يعني ببساطة ما كانش عندنا لقناوات فضائية ولا يا كن من روح للمعرفة